كان الأمر أن الناس يحفظون عن أصحاب الكهف أنهم إذ أووا إلى الكهف فقال الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله قف عندها عجبا من أعمال الله وعجبا من تأويلات المتأولين من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا جيد فهذا الأمر العجب حتى قال الله لنبيه أم حسبته أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كلام من الله للنبي وبالتالي لا جرمه نعجب نحن وكل مؤمن وكل عاقل يعجب لا إنما كما قلت لك تعجب من عظيم أعمال الله ثم تعجب أين يذهب أولو العقول والأذكياء والنجباء عند أولا كما أخذت منا وقتا وجهدا ونظرا أن ننظر لعلنا نعقل مراد الله في الحكمة إذ قال أصحاب الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس لما قالوا ائوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا جيد الآن ستبدأ نعامات الله ورحمته عليهم كيف بدأت؟ ترى الشمس إذا طلعت أي عاقل يقف عنده فلما أراد الله أن يتولاهم بالرحمة ترى الشمس أي عاقل تقرع له وتناديه كيف؟ كيف نفهم؟ وماذا كان؟ هذه واحدة الثانية وهذه اللي كانت العجب أعجب العجب فيما ذهبوا فيه المذاهب المخالفة قالوا أعوذوا لهم الشيطان الرجيم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل ذات اليمين وذات الشمال هذه المهمة لما قلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ الآن لو فتح المؤمنون المسائل ونظروا في الشبكات عاجلا أو نظروا في الكتب آجلا لمقلبهم قال لك هذا حتى لا تتقرح أجسامهم الحكمة الله قالوا إنه يقلبهم على يمينهم وعلى شمالهم لماذا حتى لا تتقرح أجسامهم فقلنا لهم والكلب الذي باصط ذراعه بالوصيد لا نره يتقلب وإن كان لابد من تقرحات فبالملئ بالبراغيث أو لا فهذه واحدة الثانية قلنا لهم كم لبثوا في الكهف على ما تحفظون قالوا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثم تعجب لهم بالشمس والقمر هكذا يتقلبون الآن نقول لعباد الله قطعا وجزما ما في شيء اسمه سنة شمسية ما فيه البتة بالورقة والقلم بعد الكتاب والتنزيل ما فيه وهذه من شاء سيجدها في التفصيل في أسفل الدرس كما يعني ذهب العهد فالصلى فيها كيس جمعوا فيه ثلاثمائة وخمسة وستين يوما قالوا هذه للشمس إنما ما فيه في كتاب الرب العظيم كما فصلنا فيه درس واعتبرنا هذا من حول البشرية حول لا يرون الشمس والقمر وهذا بينا فيه وفصلنا فيه إنما قلنا لهم كم لبثوا في الكهف قالوا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قلنا لهم بغير طعام ولا شراب قالوا بغير طعام ولا شراب قلنا كيف قالوا بقدرة الله قلنا جيد فإذا كان ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة بغير طعام ولا شراب بقدرة الله فلما يعوز القدرة أن يتقلب أهل الكهف حتى لا يتقرحوا أيما أولى طعامهم وشرابهم لحفظهم أم تقليبهم حتى لا يتقرحوا أيما أولى فإذا سلمت لعظيم قدرة الله بغير طعام ولا شراب فلما ألجأت القدرة إلى أن يقلبوا حتى لا يتقرحوا كما قلنا لكم سلهم لو شاء الله فأتيت برضيع لا يملك من أمره شيئة أولد الساعة فجعلته على فوهة بركان في فوهة بركان يبقيه الله إن شاء حيا ألف ألف سنة قالوا بلى فلما ألجأت قدرة العظيم أي يتقلبوا حتى لا يتقرحوا ولم يقل لك لو قالها المليك سلمنا لما من قال لكم أنا حتى لا تتقرح لما جلسنا هذا لأن الأكثرين إن لم نقل الأطبقين على هذا أن الله قلبهم حتى لا يتقرحوا ولم يطعمهم ولم يشربهم لأنه يقدر تعالى اسم الله العظيم أن يبقيهم بغير طعام ولا شراب سمعين فما كما قلنا لكم كلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ثالث قال إذ قال الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود فقال أحدهم الإعجاز العلمي هذه شهوة هذه شهوة يعني يركضون لها رقضة الإعجاز العلمي كما قلنا لكم يا عباد الله نبينا عليه صلوات الله وأصحابه بعد أهل بيته ما قالوا بالإعجاز ولا بالتعجيز شيئا فالقائل محدث أيا من كان فصلنا في هذا ولكن ماذا قال الساعون الراغبون المشتهون لها قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود الإعجاز في هذا هذا عكب من الكلمة الساقطة ماذا يريد أن يقول قال أنهم كانوا يرمشون ويرتد إليهم طرفهم يعني أعينهم تفتحوا وتغمض لماذا وهذا هو عنده الإعجاز قال وهم فهمها من قول الله أيقاظا فألزم اليقظة بحركة العين من قال لك من قال لك لازم اليقظها فلو شاء الله لجفل الرجل جفل الرجل فبقي هكذا محدقا لا يرمش إلا قليلا والآية تأب عليك أن تطلع عليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فلن تجد وقتا حتى ترى وتمتحن إنما فقال كانت أعينهم تفتح وتغمض لما إذ لو بقيت مفتوحة لجف ماء العين ولو بقيت مغمضة لضمرت أعينهم فلما فرجع يقول باللازم على الله حتى لا تفسد وتعمى أعينهم لازم أن فقلنا لهم والطعام والشراب ما لازم أن ما لازم أن أبقاهم بغير طعام ولا شراب لما قالوا بالقدرة فلتكن الأعين بالقدرة فلتحفظ الأعين بالقدرة ولتحفظ الأجساد والأجسام بالقدرة ولم يقل الله إنها كانت لها جيد لما نقول هذا بعد 1400 سنة تنظر للناس فيتهونون من عظيم أعمال الله ويجعلونها قلائلة صغائرة قليلة على هذا والأمر أعظم ألا يكفيك أن تسمع إذ قال الله وترى الشمس إذا طلعت ختم الآية قال ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد فالأمر لنبي الله أحسبت أنهم عجب فالأمر عجب جيد أخواننا